افترضوا أن المجتمع الإحصائي الطلابي في إحدى المدارس ممثل بهذه الدائرة وتريدون معرفة رأي الطلاب في طريقة تدريس مادة الرياضيات في المدرسة أفضل طريقة للقيام بذلك هي إجراء استطلاع لآرائهم لكن أولاً عليكم اختيار الطلبة الذين سيشاركون في الاستطلاع يمكنكم بالطبع سؤال كل فرد في المجتمع الإحصائي عن رأيه في هذا الموضوع لكن إذا كان عدد الطلاب في المدرسة كبيراً فإن عملية كهذه ستكون صعبة وتتطلب وقتاً وجهداً كبيرين فإذا كان المجتمع الإحصائي يتكون من خمسة آلاف طالب مثلاً لم يكون من السهل استطلاع آرائهم جميعاً لذلك من الأفضل اختيار عينة من الطلاب تعطيكم تصوراً حول آراء جميع الأفراد في المجتمع الإحصائي هذه الدائرة الصغيرة إذن تشير إلى العينة ولتجنب التحيز في الاستجابة للاستطلاع ولتشكل آراء العينة أفضل تمثيل لآراء المجتمع الإحصائي كاملاً يجب أن تكون العينة عشوائية حيث أن العينة قد تكون عشوائية أو غير عشوائية ومن الواضح أن العينة في هذا المثال يجب أن تكون عشوائية ولكن الاختيار بينهما لا يكون بهذه السهولة في جميع الأمثلة أول نوع من أنواع العينات العشوائية العينة العشوائية البسيطة اختيار العينة العشوائية البسيطة في هذا المثال يمكن أن يتم من خلال ترقيم جميع الطلاب في المدرسة ثم استخدام الحاسوب أو مولد الأعداد العشوائية أو أي طريقة أخرى مشابهة كالقرعة مثلاً لاختيار 120 طالب للمشاركة في الاستطلاع ومن المستبعد أن يكون اختيار العينة بهذه الطريقة متحيزاً لكن هناك احتمال اختيار مولد الأعداد العشوائية بالصدفة عين من الطلاب لا يتكافأ فيها عدد الذكور وعدد الإناث في هذه الحالة وعلى الرغم من أن العينة هنا هي عينة عشوائية بسيطة إلا أنه لا يمكن اعتمادها لتمثيل كامل المجتمع الإحصائي ولمعالجة هذه المشكلة عليكم اختيار نوع آخر من العينات العشوائية كالعينة العشوائية الطبقية وتعتمد هذه العينة على تصنيف المجتمع الإحصائي إلى فئات تسمى طبقات ولتوضيح المقصود بالعينة الطبقية بشكل أفضل انظروا إلى هذا المربع الذي يمثل المجتمع الإحصائي أول خطوة لاختيار العينة هي تصنيف طلاب المدرسة إلى مجموعة من الفئات وفقاً للمرحلة الدراسية المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والخطوة التالية هي اختيار طلاب من كل فئة أو طبقة من هذه الطبقات لتكوين العينة أي بدلاً من اختيار 120 طالب من المجتمع الإحصائي كاملاً تقسمون المجتمع إلى ثلاثة طبقات وتختارون 40 طالباً من كل طبقة وبهذا تحصلون على عينة تمثل كل طبقة من طبقات المجتمع الإحصائي وفقاً للمرحلة الدراسية على الأقل لكن مشكلة عدم تكافؤ أعداد الذكور والإناث قد تواجهكم في العينة العشوائية الطبقية أيضاً ويمكنكم في هذه الحالة اللجوء إلى العينة العشوائية العنقودية حيث تختارون عينة من الصفوف في المدرسة أو المجتمع الإحصائي ويكون عدد الذكور والإناث في كل صف منهما متساوياً إلى حد ما وبدلاً من اختيار أفراد العينة من المجتمع الإحصائي كاملاً تختارون العينة وفقاً للطريقة التالية سأرسم هنا مربعاً آخر الآن قسموا المربع إلى عدد من الصفوف والأعمدة كل مربع من هذه المربعات الصغيرة يمثل أحد الصفوف الدراسية ويسمى عنقوداً وعدد الذكور والإناث في كل عنقود أو صف متساوين تقريباً وبهذا يكون تمثيل العينة للمجتمع الإحصائي أكثر دقة حيث تختارون عينة من هذه العناقيد وتستطلعون رأي جميع الطلاب في العناقيد أو الصفوف المختارة في العينة تعرفتم الآن على ثلاثة أنواع للعينات العشوائية العينة العشوائية البسيطة والطبقية وأخيراً العنقودية انتقلوا الآن إلى العينات غير العشوائية وأول نوع من هذه العينات هو عينة التطوع وفي هذه العينة تطلبون من الطلاب زيارة موقع المدرسة الإلكتروني مثلاً للمشاركة في الاستطلاع لكن توصف عينة التطوع بأنها متحيزة لأن الطلاب يتطوعون للمشاركة في الاستطلاع كما أن احتمال مشاركة الطلاب الذين يحبون معلم الرياضيات أو الذين يكرهونه أو من لديهم الكثير من وقت الفراغ أكبر من غيرهم ولهذا السبب فإن عينة التطوع متحيزة وغير عشوائية النوع الثاني من العينات غير العشوائية هي العينة المريحة وهذه العينة أيضاً متحيزة فاختيار أول 120 طالب وصلوا إلى المدرسة في الصباح للمشاركة في الاستطلاع سهل ولا يتطلب جهداً كبيراً كما في العينات العشوائية لكنه يؤدي إلى التحيز لأن الطلاب الذين يحضرون إلى المدرسة باكراً قد يكونون من الطلاب المتفوقين أو قد يكون لديهم حصة تعويضية مبكرة وفي هذه الحالة تكون نتيجة الاستطلاع متحيزة وغير شاملة لأراء كامل المجتمع الإحصائي إذن هاتان العينتان متحيزتان وليستا عشوائيتين لكن هناك مصادر أخرى للتحيز غير نوع العينة وطريقة اختيارها فطريقة صياغة أسئلة الاستطلاع أو الاستبيان قد تؤدي أيضاً إلى التحيز فمثلاً لو كان السؤال على هذا النحو هل تعتبر نفسك محظوظاً لأنك طالب في المدرسة وتتعلم الرياضية وهو أمر يتمناه عدد كبير من الأطفال في العالم؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون في الغالب نعم أو لو كان السؤال مثلاً هل أنت مستاء لأن نسبة كبيرة من الطلاب في مدرستك يرسبون في مادة الجبر مقارنة بطلاب المدارس الأخرى؟ من الطبيعي أن يجيب معظم الطلاب على هذا السؤال بنعم كما لاحظتم فأن طريقة صياغة أسئلة الاستطلاع أمر مهم جداً حيث أن هناك العديد من الطرق للتلاعب بالأسئلة للحصول على إجابات معينة وبهذا تكون نتيجة الاستطلاع أو الدراسة متحيزة أحد مصادر التحيز الأخرى هو تحيز الاستجابة وهي إجابة المشاركين غير الصادقة على أسئلة الاستطلاع أو عدم إجابتهم عليها لسبب ما كالخوف من كشف الحقيقة للآخرين فقد يخاف الطلاب في هذا المثال من أن يعرف معلم الرياضيات إجابتهم على الاستطلاع خاصة إذا كان رأيهم في طريقة تدريسه سلبياً فيدفعهم ذلك إلى إعطاء إجابة غير صادقة على الأسئلة أو عدم المشاركة في الاستطلاع وصلنا الآن إلى نهاية الدرس وتعرفتم من خلاله على أنواع العينات الإحصائية وأهمية اختيار العينات العشوائية ومصادر التحيز